الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءاً وأنزل من السماء ماءاً فأخرج به من الثمرات رسقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون كل ما يزيد الإنسان علمي يتأكد أن الكرآن الكريم هو كلام الله عز وجل مثلاً قدرنا ندرس الحفريات للديناصورات وعلم طبقات الأرض عن طريق علم اسمه علم الجيولوجيا وعن طريق علم الفلك والتليسكوب الفضائي قدرنا نكشف أبعاد الكون اللي احنا عايشين فيه اسمحوا لي أخذ من وقت حضراتكم دقائية بسيطة ونركب سوى المركب الفضائي اللي حترجعنا للماضي الماضي الأقصده قبل دلوقتي بـ 14 مليار سنة تقريباً قال الله عز وجل في سورة الأنبياء في الآية 30 أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ والعلم الحديث أكد صحة الآية الكريمة وبسبب هذه الآية آمن العديد من علماء الفلك والكفار ومعنى كلمة رتقًا أن السماوات والأرض كانت ملتصقتين ثم فتقهم الله عز وجل وده ما توصل إليه العلم الحديث باسم نظرية الانفجار العظيم أو بيج بانج وباختصار شديد جداً في النظرية دي الأرض هي مركز الكون والسماء عبارة عن بناء محكم جداً من المجرات والكواجب وخلونا دلوقتي نتصور إزاي الأرض تكونت بعد الانفجار العظيم في الأول كانت الأرض عبارة عن مجموعة من الغازات شديدة الحرارة تصل حرارتها لملايين الدرجات وتدريجياً بدأت الغازات دي تبرد وتتكسف في شكل سائل وبعد كده تحولت للشكل الصلب اللي كان مليان بالبراكين وبعد مليارات السنين بردت الأرض وبدأت السحب تتكون والمطر ينزل وتتكون الأنهار والبحيرات ثم يأذن الله عز وجل ببداية الحياة النباتية على سطح الأرض ويأذن الله بنزول آدم وحواء إلى الأرض لإعمارها كده بقى نقدر نرجع بالسلامة للزمن اللي احنا فيه ونقدر نفهم الآية الكريمة على نور الذي اسم موصول يصل ما قبله ببما بعده ما قبله يا أيها الناس أعبدوا ربكم وما بعده الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء بناءه معنى الأرض فراشة هي الأرض المبسوطة الممهدة ليست رخوة ولا صلبة تصلح للزراعة والبناء والسفر وضح الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم فقال ألم نجعل الأرض مهادة وقال عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور وجعل الله عز وجل السماء بناء محكم متماسك هل ترى فيه من فطور؟ قال الله عز وجل وجعلنا السماء صقفا محفوظا وقال عز وجل والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون وعلشان نقدر نذكر كل النعم المخلوقة في السماء إحنا محتاجين لسنين طويلة جدا يكفينا الإشارة لبعضها عندنا الشمس تمد الأرض بالضوء ونور القمر مستمد من الشمس والطاقة الشمسية اللي بيكون بيها النبات الجذاء بتاعه من الشمس وكذلك عندنا النجوم اللي بتهدي المسافر في الصحراء ولأن السماء هو كل ما يعلو فأشار الاسحابي بالسماء وقال وأنزل من السماء ماء فاستقبلت الأرض المهيئة للزراع المياه فأثمرت فكانت سببا في حياة الإنسان وعلفا للدواب قال الله عز وجل واصفا هذا في كتابه الحكيم إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وثاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم أقول سبحان الله المنعم فمن أمدكم بكل هذا هو الرب الخالق المدبر الرازق وبعد كل هذه النعم تترك عبادة الله عز وجل وتتخذ أندادا تعبدهم من دون الله فأين عقلك مفرد أندادا ند ومعناها النظير والشبيه وفي هذه الآية الكريمة جمعت ما بين عبادة الله وحده والنهي عن عبادة من سواه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وذات مرة قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا كل ما شاء الله وحده فأنتم أيها اليهود والنصارى تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل وتتخذون له أندادا والله إنه لشرك وظلم عظيم قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أن خلق الأرض آية ربوبية بديهية محسومة لله عز وجل وإحنا بديهيا في وقت الأزمات والشداد بنقول يا رب أو أوه ماي جد ونترك جميع الأنداد لأنه لا كاشف للدر إلا الله عز وجل قزاكم الله خيرا